شهد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي التوقيع على مذكرة تفاهم بين هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات إيتيدا وإحدى شركات الهواتف الصينية المحمولة وذلك لإنشاء مصنع للهاتف المحمول في مصر بطاقة انتاجية تصل إلى 4.5 مليون وحدة سنويا وباستثمارات نحو 20 مليون دولار يأتي التوقيع في إطار المبادرة الرئاسية مصر تصنع الإلكترونيات التي أطلقها الرئيس السيسي بهدف النهوض بصناعة الإلكترونيات كأحد أكبر دعائم نمو الاقتصاد المصري من خلال المساهمة في زيادة أو مضاعفة الصادرات المصرية والسعي لتقليل واردات الأجهزة الإلكترونية للسوق المحلية بالإضافة لخلق فرص عمل لمئات الآلاف من المهندسين والفنيين